الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن احتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين مع حلقة جديدة من برنامجنا مجزات القرآن أو مجزات قرآنية ونحن طاجلنا في هذا السياخ القصص القرآني والدلائل على أنه صادق في هذه الحكايات وهذا القصص قصة فرعون وموسى هذه قصة تتكرر كثير في القرآن وهي كأنها يعني تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يعانيه من قومه من أذن ومن حرب شعواء من بعض صناديد العرب حتى يعني قيل أن أبو جهل هذا كان هو فرعون هذه الأمة فهناك مقاربة بين أبو جهل وفرعون موسى عليه السلام قصة فرعون هذه قصة عجيبة وغريبة وفيها كذلك طوفان غرق جنود فرعون معه فهذه القصة التي تبين الأحداث العجيبة في كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل موسى عليه السلام يتربى في قصر فرعون قصة فرعون قيل أنه رأى رؤية لأن أحد من أفراد بني إسرائيل سينقضوا عرشاه أو ملكه فكان من شأن ذلك التعبير أن عبروا بأن هناك من سينقضوا بملكك يا فرعون وهو من بني إسرائيل فكان قد اتخذ قرارا قبل أن يولد موسى عليه السلام بأن يذبح الذكور من نسل بني إسرائيل الذين كانوا عنده ويستحي نساءهم يجعلهم أحياء نساء يجعلهم أحياء وطبعا يسخرهم في أعمال معينة فكان الأقباط اللي هم الفراعنة أو من يكونون من أهل مصر الأصليين نسمونه أقباطا فكان قد أخذ منهم العمل والجهد وأصبحت هناك قلة في العمال فاقتره على فرعون أن يذبح من بني إسرائيل سنة هؤلاء الذكور لبني إسرائيل ويترك سنة حتى يستطيع أن يكون كذلك من يسخرهم من العبيد من بني إسرائيل في البناء وفي الأعمال التي يقومون بها من تجارة وغيرها وزراعة فوافق على ذلك فالعجيب أن هارون عليه السلام ولد في السنة التي لا يذبح فيها الذكور من بني إسرائيل وعاش وولد موسى بعده بسنة بسنة التي يذبح فيها الذكور من بني إسرائيل فكان قصة عجيبة حدثت مع أم موسى عليه السلام إلى أن وضعته في التابوت الذي ذهب به وهو صغير إلى شاطئ قصر فرعون وفرعون لم يكن له ذرية ولا أبناء وزوجته كانت عقيما فلما أتوا به هؤلاء الخادمات التي كنا يغسلنا الثياب وغيرها رأوا التابوت ولكن في هذا التابوت قفر صغير جبيل فذهبوا به إلى امرأة فرعون فقالت قرة عيني لي ولك لا تقتلوه أسا أن ينفعنا أو نتخذه ولدا فوافق فرعون هذا ما نعرفه لكن وافق عليه فبقدرة قادر سبحانه وتعالى جعله يتربى في أول أمره في قصره قصر فرعون ومع ذلك هو سبحانه وتعالى منع عنه أن يلتقم في رضاعه أي مرضع ما يلتقم سيدي أي مرضع إلى أن كان ما حدث من أرسلت أم موسى عليه السلام أخته لتتقصاه وتعرفه حتى وجدت زوجة فرعون تضطوف في السوق عند المرضعات فلم يكن يقبل موسى أي مرضع حتى قالت أخته هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون والله سبحانه وتعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن لتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون فأول ما يعني ذهبوا به إلى أم موسى وألقمته ثديها رضع موسى عليه السلام فتربى بعد فترة عند أمه يعني التي ولدته فكان قد يعني طاف على أملية القتل له مع أنه موجود في السنة التي يقتل فيها ذكور بني إسرائيل القصة في هذه تمتد لأن يصبح موسى عليه السلام نبيا من الأنبياء الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لدعوة فرعون ولإنقاذ بني إسرائيل من الذل والعبودة التي كانت على بني إسرائيل في تلك الفترة من الزمان في ملكي فرعون فاصل عزيز المشاهد ونعود ونواصل موسى 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 عودة إليك عزيز المشاهد بعد هذا الفاصل لنواصل هذه القصة العجيبة التي يصل موسى بها إلى أن أصبح نبيا من الأنبياء وتخذ تلك العصا بعدما ذهب إلى أهل مدين فارا من انتقام الأقباط منه بعدما قتل أحد الأقباط ثم يرجع إلى فرعون ويدخل هو وأخوه هارون على فرعون ليدعوه إلى دين الله سبحانه وتعالى مع خوف موسى عليه السلام من فرعون أن يقتله قال ربي إني أخاف أن يقتلون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي دم فأخاف أن يقتلون لن في عملية خوف لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكما مستمعون هذه المسألة فيها ضمان من رب العالمين هذه القصة أيها الأخوة تنطلق إلى أن تكون هناك الدعوة إلى فرعون لاتباع موسى لكنه لم يسلم بذلك فأتاه بالآيات والأدلة في إلقاه هذه العصاة تتحول إلى ثعبان مبين وتأكل ما كان قد ألقاه أولئك السحرة وتصبح الآيات واضحة جلية لهم إلا أن هذا الأمر تصبح من الأمور الصعبة على فرعون أن يتنازل عن ملكه وما فيه فيريد أن ينتقم الله يأمر موسى عليه السلام للذهاب ليلا ببني إسرائيل إلى جهة البحر فيصلون إلى البحر فيصبحون فإذا فرعون يفقد هؤلاء بني إسرائيل كانوا من الخدم عنده والعبيد فيأمر الجيش بأن يذهب ليتبع هو معهم موسى وقومه حتى يدركهم ليهلكهم فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون صباح الباكر شافوا خلاص إحنا راح يعني نهلك وفرعون وجيشه قد أتونا فنحن لن نسلم منهم اكتفي بهذا القدر عزيزي المشاهد وإلى حلقة القادمة سنعود معك قصة موسى وفرعون فإلى ذاك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة